نروح الأول نتطمن على الفريق النادي الأهلي من خلال زميلنا فاروق صلاح ونرجع لحضراتكم مرة تانية في غاية الأهمية بالأمس كان الفريق اختتم استعداداته لذي المباراة بالتدريب على ملعب بختار تيتش قبل طبعا التدريب مستر مارسل كولر المدير الفني الفريق النادي الألي عقد محاضرة مع اللعبين طبعا أثنى على اللعبين على أداءهم في الفترة الأخيرة وآخر أمر كان الفوز على فريق أمبي في المباراة الأخيرة طالب اللعبة بالاستمرار على هذا الأداء الجدية في المباريات عدم النظر تماما لتعثر المنافسين عايزة أقف عند هذه الأمر يا كابتن أيمن لأن نقطة مهمة جدا نتكلم فيها الجهاز الفني مع اللعبين سواء النهاردة أو فيه بالأمس فيه المحاضرة قبل انطلاق المرام أو محاضرة اليوم طبعا مستر مارسل كولر تتكلم مع اللعبين وطالب اللعبين بعدم النظر تماما لتعثر المنافسين سواء فيوتشور صاحب المركز الثانية ونادي الزمالك صاحب المركز الثالث أو فريق بيرامدس قال إحنا عندنا طريق وعندنا مباراة لازم نحقق الانتصار في كل المباراة مش هنبص للتحتينة مش هنبص للفرق فيه جدول الدوري لكن عندنا طريق هنكمله إن شاء الله فيه بطولة الدوري وأيضا استعداد طبعا لي بطولة كأس العالم للأندية طبعا عقب المحاضرة اللي عقد مستر مارسل كولر مع اللعبين كان التدريب اللي انطلق على ملعب مختار التتش زي ما قلنا الجدية التركيز على لعب للنادي الأهلي يعني اللعبة بتكتهد قدر المستطاع إن شاء الله إن هم يكملوا فرح الجمهور النادي الأهلي تحقيق الانتصار طول والانتصار عقب المروان طبعا اتجه الفريق إلى الأسكندرية للمبيت تباحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة خلينا أقولك طبعا مستر مارسل كولر استحب الصفقات الجديدة يعني مروان عطية بتكلم على خالد عبد الفتاح وأيضا اللعب محمد كيرستو اللعبة التونسي اللي النهاردة صباحا وصلت البطاقة الدولية الخاصة باللعب محمد كيرستو الأمور اللي احنا لمسينها هنا في مقر إقامة فريق للنادي الأهلي وده أمر مهم جدا بيميز لعب النادي الأهلي كابتان عامل وحضرك واحد من كبات ولعب النادي الأهلي اللي عاش هذه الأجواء وهذه الأمور إن اللعبة يعني الصفقات المنضمة حديثا ما تحسهاش إنها غريبة على النادي الأهلي ويتحس إن ده أول معسكر ليه أو دي أول مباراة كبات النادي الأهلي بتكلم على محمد الشناوي ورم ربيع وكبات النادي الأهلي الموجودين ودورهم إن هم يقربوا اللعبين واللعبة تدخل في أجواء النادي الأهلي ده أمر مهم جدا لمسينه النهاردة في مقر إقامة اللعبين الحديث الجانبية اللي ما بين اللعبين ما تحسش إن اللعبة دي غريبة على النادي الأهلي نتمنى المردود دوة نشوفه في أرض الملعب طبعا يوم فريق النادي أهلي النهاردة كانت تناول اللعبون واجبة الإفطار في تمام الساعة العاشرة ثم واجبة الغداء كان في تمام الساعة الثالثة طبعا كانت المحاضرة الفنية المستر بارسل الكولر مع اللعبين من خلالها بيحط طبعا التشكيل وآخر التعليمات الهم للعبين في هذه المباراة مباراة مهمة جدا بنأكد على صعوبة المباراة عايزة طمنك أيضا على الأجواء هنا في الأسكندرية طبعا بعض الأخبار أو الأقويل اللي قيلت إن في سقوط أمطار لكن هنا في بورج العرب بالتحديد ما فيه سقوط أمطار الجو أكثر من راعي لهذه المباراة عايزة طمنك أيضا على حالة اللعيبة للمستبعدين اللي النهاردة اللي قدوا مران في القاهرة كان في تمام الساعة الحادية عشر صباحا طبعا مستر مارسل الكولر عايزة طمنك أيضا على أن طهر محمد طهر طبعا تطمننا من ناحية الطبيعة لكن مستر مارسل كولر فضل أنه عدم يعني أن طهر ينضم لهذه المباراة يدينه مزيد من الرحل أيضا النهاردة كان طهر محمد عبد المنعم ويه أيضا الكهرباء مع رأفة خليل مع اللعب كريمي للدبيس مع اللعيبة اللي وحمزة علاء أيضا اللعيبة المستبعدة من هذه المباراة الدمران اليوم في ملعب مختار التيتش كل الأجواء هنا أكثر من رعاة إن شاء الله ننتظر المردود دا نشوفه في أرض الملعب لعب النادي الأهل إن شاء الله على قدر المسؤولية حقاقوا الانتصار ويهي الثلاث نقاط طبعا اتحاد المصر كان أعلى انتقم تحكيم لهذه المباراة بقيادة الكابتن وليد عبد الرازم عاون في هذه المباراة سامي هالهال وعماد العقادة الحكم الرابع صبر إبراهيم اتنين على تقنية الفارع عبد العزيز السيد وهاني خير دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من داخل بقر قامة فريق للنادي الأهلي توفيق إن شاء الله للنادي أهلي في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز كابتن أيمن شوئي شكرا جزينا للزميل العزيز فاروق صلاح يمكن شوفنا الكواليس ولفت حلوة من مستر كولر مسؤولين في النادي الأهلي بمصاحبة السلاسي للفريق اللي هو السلاسي المنضم حديثا للنادي الأهلي نتمنى لهم التوفيق إذا كان فيه تواجد لحد منهم النهاردة ونتمنى لهم التوفيق إذا كان فيه تواجد لأي حد منهم الفترة جاية إن شاء الله ببقى